طب بالنسبة كده ايه دكتور؟ فيه نسبة النجاح؟ اكيد السؤال ده بتتسئله كتير وكل ست بتبدأ في مشار الحقن المجهري تبقى نسبة كم في المية نجاحه؟ احنا ما بدارش نقولها نسبة شارب بنسبة محددة للحقن المجهري لان كل حالة بتحتلف من حالة التانية يعني احنا بنعتبرها كده ان احنا بنفصل البروجرام والبروتوكول بتاع الحقن المجهري ونسبة النجاح على حسب طبيعة المعطيات بتاعتنا ونتائج التحليل وعمر الست ونتائج التحليل بتاع الزوج الكلام ده كله انما احنا بتتكلم لو بتتكلم بشكل عين احنا نذهب نجاح الحقن المجهري لو الامور مستقرة وتميمة عند الزوجين نتكلم في حدوث ستين في المية ونذهب معقولة جدا طب ايه العوامل اللي بتتحكم فيه؟ تحكم فيه معنى نجاح أو فشل هي النسب نجاح الحقن المجهري بتزيد معنا اكثر لما يكون الزوجين سنه صغير التحليل بتاعتنا كويسة مفيش فيها مشاكل زخرة معنا لشعب السابقة بتاعتنا أو سنور مهبالي سلاسل أبعد مفيش فيها اي مشكلة مش محتاجين تدخل جراحي اصلاح ايوب خلقية فراحين الكلام ده كله طالما الامور مستقرة بيخلين سابقنا بتاعتنا طبعا كويسة زائد لاختيار البروتوكول المناسب للتنشيط لمتابعة الحقن المجهري وطبعا اختيار مركز الحقن المجهري المناسب وده بيعتمد في الاساس على المعمل معمل الأجنة معمل الأجنة ده اللي بيتم فيه عملية الإخصاب اللي هو بيتم فيه زرع الحقن المنوي بشكل مباشر جوه البويضة واللي احتفاظ بيه جوه مهضة معين كده في ظروف معينة تسمح له انه هو يبقى فيه انقصامات ويتطلع لنا جنين درجة أولى يسمح لنا انه نزرع أجنة حاجات دي كلها بتعتمد وبتأثر جدا في عمل النجاح يعني اتو